الارجنتين التي حصلت على لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها تعاني ازمة اقتصادية متفاقمة زاد من حدتها تداعيات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وكالة بلونبيرغ للانباء نشرت تقريرا يبعث ببارقة امل حيث يشير الى ان الارجنتين مؤهلة لجني فوائد اقتصادية كبيرة بعد اقتناصها اللقب يتمتع بطل العالم لكرة القدم غالبا بنسبة 25% نقطة مأوية اضافية من النمو الاقتصادي في الربعين التاليين للبطولة ووفقا لدراسات بحثية فان الدولة صاحبة اللقب تتمتع بميزة اقتصادية حيث تلتفت اليها الانظار ما يعزز صادراتها وسقت مثلا بما سجلته البرازيل من صادرات بعد فوزها بكأس العالم عام 2002 ولم تقتصر الفائدة من كأس العالم على الدولة صاحبة اللقب فقط بل ان الدول التي تصل الى نصف نهاء المونديال مؤهلة ايضا لجني المكاسب الارجنتين الواقعة في امريكا الجنوبية التي تعد مصدرا مهما للحبوب تعاني ازمة اقتصادية صعبة حيث يلتهم التضخم الناتج المحلي للبلاد ويقترب التضخم في الارجنتين من مئة بالمئة حيث سجل المؤشر 92.4% في نوفمبر 2022 وهو اعلى مستوى في ثلاث عقود وتشير التوقعات الى تسجيل التضخم في البلاد مستويات من ثلاث ارقاب في العام القادم ويعد التضخم في الارجنتين واحدا من اعلى المعدلات في العالم وتفاقمت ازمة الاقتصاد في الارجنتين مع تزايد تكاليف الغذاء والوقود العالمية في تسعينات القرن الماضي سجل الاقتصاد الارجنتيني معدلات نموه هي الاكبر بين دول المنطقة لكن تلك الطفرة لم تدم طويلا حيث تدهور الاقتصاد وزادت الديون وتخلفت الارجنتين عن سداد ديونها ما زاد من تأزم الاقتصاد